من أهم الأمور التي لا بد الإنسان أن يعرفها أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان في هذه الدنيا إلا لغاية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يعبده خلق الخلق من الجن والإنس لكي يعبد الله سبحانه وتعالى كلمة العبادة وده طبعا أكثر خلق الله لا يعرفون معنى العبادة والعبادة هي في اللغة قالوا هي بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل دي في اللغة وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة دي العبادة وفسرها كذلك ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال في قوله تعالى إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون وعلق الإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لماذا قال ابن عباس دا المعنى يعني إلا ليوحدون فصل يعبدون بيوحدون قال لأن الخصومة فيه الخصومة تكون في التوحيد ربنا بنسل الرسل لما نكون فيه إشكال في العقيدة فكلمة العبادة أو كلمة إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون لأن الإنسان إذا فقد التوحيد وظل في هذا الباب لم يكن قد حقق الغاية التي من أجلها خلق وهي عبارة الله عز وجل وهي شنو عبارة الله سبحانه وتعالى والعبادة يعني مفهومة يعني كبير ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا قال قل لنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله فالنسك دي عبادة الزبح يقول الله عز وجل والدعاء عبادة والاستغاثة والنزر والتوكل والإنابة والرهبة كل هذه عبادة فلا بد أن تصرف لله عز وجل فمن صرف شيئا من هذه لغير الله عز وجل يكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى والآن في مجتمعنا كما تعرفون دخلت على المسلمين أفكار ليس لا علاقة بالكتاب والسنة وهو الفكر الصوفي وهو يحول الناس من عبارة الله عز وجل إلى عبارة غير الله من الأموات المقبورين التصوف إنما هو دعوة إلى الشرك بالله عز وجل وده معلوم معلوم موجود في كتبهم وفي قصائدهم ناس منهج قائم على الشرك بالله عز وجل والإلحاد زولت يقول له نادي الله براه بيعترض يقول لك لا الله والشيخ دائما يقول الآن في كتب البرعي وغيره موجود الكلام يقول لك إنه بخض من في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل وربنا سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ربنا سمعه شرك بالله عز وجل فالإنسان لابد أن يعلم أن يتعلم توحيد الله عز وجل ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لأن ربنا خلق له شنو للعبادة لا بد أن يتعلم الدين زي ما الناس الآن بيكتهدوا يتعلموا الهندسة ويتعلموا الاختصاد والطيب وغيره ودي علوم دنيا نافعة لكن يهملوا الأصل وأشرف علم هو علم الشريعة وأشرف علوم الشريعة هو علم شنو وعلم التوحيد ما عندهم بيعناية ما عنده ربنا خلق له شنو للعبادة اللي هي شنو إلا شنو إلا ليعبدون بمعنى إلا لوحدون ووسائل التعلم كثيرة من المقروعة ومنها شنو المسموعة الإنسان إذا ما لقى عالم على الطريقة الصحيحة يعلموا يسمع للناس المنهجهم الصحيح يستمع لهم ما يستمع إلى دعاة الباطل الموجودين الآن في الساعة دي برضو مسألة مهمة جدا لأنه ديال دعاة على باب جهنم ديال برجعوك تاني لشنو للضلال تجد زول قايم منه صغير قايم على الفطرة يسمع لواحد من ديال ينحرف ينحرف عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام فربنا لابد أن نعلم هذه المسألة لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث قال ربنا قال أفحسبتم أن ما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون فالإنسان لابد أن ينتبه وأن يكون جادا في هذا الأمر الإنسان يكون عنده جدية في تعلم الحق والدعوة إلى الحق والثبات عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ويعني تعلم الحق والتوحيد ويعلم أبنائه كذلك الأقيرة الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لا أين الله قالت في السماء من أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يردف معاذ بن جبل قال وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم وتجد أحاديث كثيرة قال لي ابن عباس قال لي فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وذلك كلهم كانوا ناس يعني في الصغار في السن أول ما يبدأ الإنسان يتعلم يتعلم شنو؟ يتعلم توحيد الله عز وجل يعلم الطفل الصغير يعلم التوحيد وبتلقى الكلام في السيرة موجود بكثرة فالكلام كثير جدا في هذا الأمر ومعنا إن شاء الله تبارك وتعالى شيخنا وأستاذنا مزمل عوض فقيري إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يفصل ويزيد في كلمة ثم نفتح باب الأسئلة فلتفضل من جزئين مشكورا شكرا